أستاذ اللغة الإنجليزية أنمار عماد مجيد ما الفرق؟ ما الفرق بين هذه المصطرة وهذه المصطرة؟ مكتوب listen and read استمع وقرأ هذا الشخص يقول هذه المصطرة أطول من هذه المصطرة إذا تذكرون شرحنا به الدرس الأول إضافة ER للصفة وذكرنا أنه إذا ضفنا ER للصفة تصير صفة مقارنة شن يعني صفة مقارنة؟ يعني إذا long معناها طويل longer تصير أطول short قصير shorter أقصر big كبير bigger أكبر وهكذا هذه الصفات التي ضفت لهم ER صارت أطول وأكبر ذنني أقدر أستخدمهم بالمقارنة أرد قارن بين شخصين شيئين شجرتين إلى آخره أقارن باستخدام الصفات اللي بيها ER مو الصفات العادية long طويل longer أطول فأقدر أقول مثلا علي أطول من محمد مثلا صارت أدي صفة مقارنة longer أطول وإن شاء الله بعد دقائق نشرح الشرح المنفصل شون نقدر نقارن بين شخصين من ناحية الطول من ناحية الكبر من ناحية كبر السن إلى آخره إذن إذا ضفنا ER للصفة تصير صفة مقارنة كذلك هاي الشخصية تقول I am younger than Yusuf أنا أصغر أصغر سنًا من Yusuf than معناها من I am younger than Yusuf أنا أصغر من Yusuf young صغير younger أصغر كذلك ضفت ER للصفة ليش؟ لأن تقارن بينها وبين شخص اسمه يوسف إذن بمعندة قارن ضافت ER للصفة إذن مثل ما وضحنا بالدرس الأول من اليونت الأول أن ER إذا ضفناها للصفة تصير صفة مقارنة أقدر أستخدمها بالمقارنة بين شخصين شيئين مجموعتين إلى آخره إذن هذه كم مقدمة لموضوع المقارنة بأسفلها أدنى نشاط مكتوب match write the numbers وصل من طيل مجموعة من الصفات والopposites الأوبوزيتس معناها المعاكسات مجموعة من الصفات ومعاكساتها write the numbers أكتب رقم الصفة أمام الصفة المعاكسة المناسبة لها كذلك إذن الصفات ومعاكساتهم شرحناها بدروس سابقة وحفظناها قلنا إذن الصفات جدا مهمة أني أحفظها كعملاء وكمعاني لذلك هذا التمرين جدا مهم من الممكن أن يجيب ليه مثل ما هو يقول لي وصل هذا حقل A وهذا حقل B وصل الصفات من حقل A بمعاكساتها من حقل B فنجي نوصل number one أولا big big معناها كبير وذكرنا أنه big كبير بالحجم وليس كبير بالعمر الصفة المعاكسة لها short قصير لا غير مناسبة young صغير بالعمر غير مناسبة أنا أريد صغير بالحجم وليس بالعمر short قصير مرة أخرى كذلك غير مناسبة small صغير بالحجم نعم هذه الصفة المعاكسة لكلمة big فأخلي رقم واحد أمام هذه الصفة number two ثانيا long long معناها طويل طويل بالامتدال شن الصفة المعاكسة لها short قصير نعم سواء كانت هذه short أو هذه كلتال إجابتين صحيحات فأخلي رقم الصفة اللي هي رقم اثنين أمام كلمة short number three ثالثا old old كبير بالعمر شن هي الصفة المعاكسة لها young صغير بالعمر نعم كذلك هذه الصفة المعاكسة لها نخلي رقم الصفة أمام الصفة المعاكسة لها number four رابعا tall tall طويل طويل بالارتفاع شنو الصفة المعاكسة لها أكيد صفة short short معناها قصير إذن مثل ما وضحنا هذا التمرين جدا مهم من الممكن نجيب لي مثل ما هو وصل الصفات بمعاكساتها ننتقل إلى النشاط الآخر listen and say استمع وقل نانا منطيني مجموعة من الصفات الصفات اللي أخذناها قبل دقيقة لكن ش ضايفل هن ضايفل هن er ننتبه قلنا إذا نضيف للصفة er الصيع صفة مقارنة يعني long طويل longer أطول short قصير shorter أقصر old كبير بالعمر older أكبر بالعمر young صغير بالعمر younger أصغر بالعمر وهكذا tall طويل taller أطول short قصير shorter أقصر big كبير bigger أكبر لكن ننتبه هنا أنه ال big لما نضيف لها er حرف g يصير حرفين g أدي هنا g وحدة هنا دبل g فهننا ننتبه أنه لما نضيف er لصفة big أصير bigger لكن أضاعه في حرف g small صغير smaller أصغر أنا أريد أنبهني أقول لي إذا تريد تقارن بين شخصين مثلا علي أطول من محمد شا قول؟ أقول علي is taller علي أطول than محمد من محمد إذن ننتبه أنه بالمقارنة ما أستخدم tall أستخدم taller وكذلك مع البقية أستخدم الصفات اللي بيها إيار زينا أستاذ شو ننسو جملة مقارنة هنا رح نتعلم إن شاء الله شو نقارن بين شخصين أو شيئين ننتبه أدنا ملاحظات قواعدية جدا مهمة أولا إذا أردنا أن نقارن بين شخصين مثلا علي ومحمد سها ومنا علي وسها إلى آخره أو مجموعتين قد تكون مثلا مجموعة ومجموعة الطلاب ثانية أو شيئين قد تكون مصدرة وقلم قد تكون من ضده ومن ضده أخرى شيئين نضيف إيار للصفة كما شرحنا في الدرس الأول وراجعناه في الكلمات أعلى إذن أول خطوة الصفة اللي أنا دا أقارن بين الإسمين الشخصين بيها لازم أضيف لها إيار يعني أنا دا أقارن من ناحية الطول أضيف لها إيار من ناحية القصر من ناحية الكبر من ناحية صغر السن كبر السن إلى آخره أستخدم الصفة من الإيار هذه أول خطوة الخطوة الثانية تكون قاعدة المقارنة بين الثين كالتالي احنا لجد نقارن لنقارن بين شخصين او شيئين او مجموعتين اذا عندي اسم اول واسم ثاني اسم الاول قد يكون علي سهى منا الى اخره او قد تكون مجموعة طلاب مجموعة كتب مجموعة اشياء هذا المجموعة الاولى او الاسم الاول ده قارن بين هذا الاسم وبيين الاسم الثاني كذلك قد يكون منا سهى مجموعة اشخاص مجموعة كتب مجموعة اشياء الى اخره اذا عندي اسمين ده قارن بيناتهم ننتبه اذا نبدي بالاسم الاول اللي ده قارنه الاسم الاول زائدا اما از او ار او ام استاذ شنذني اشوف الاسم اذا كان مفرد مثلا علي مفرد اقول علي از سهى مفرد اقول سهى از the book الكتاب مفرد اقول the book از لكن اذا اقول the books مثلا الكتب ما اقول از اقول ار اذا الاسم الاول اذا كان مفرد اخلي از اذا كان جميع اخلي ار زين شو اقتخلي ام استاذ اذا كان الاسم الاول اي ده قارن نفسي مع شخص اخر اقول اي ام انا مثلا طولر انا اطول ذان محمد اطول من محمد مثلا علي علي مفرد اخلي الاس علي اس طولر ذان محمد علي اطول من محمد الاخري اذا عرفنا شو كتنخلي از وشو كتنخلي ار وشو كتنخلي اعم زائد الصفة ام ال اي ار اللي تحمل اي ار صفة المقارنة فاقول longer مو long shorter مو short older مو old الى اخره اذا نخلي الصفة ام ال اي ار مو الصفة المجردة زائد ان ذان زائد ان الاسم الثاني اللي ده قارن بيه خلنجي ناخد مثال عن المتصير الفكرة واضحة مثلا علي اس طولر ذان محمد الاسم الاول من هو علي ده قارن بين علي ومحمد هذا الاسم الاول علي ومحمد الاسم الثاني ده قارن بيهناتهم مني اناحية من ناحية الطول فقلت طولر ما قلت طول اذا ننتبه ناخد الصفة المليار نلاحظ انه علي مفرد خليت له اس مثل ما وضحنا بملاحظة الاسم الاول اذا كان مفرد خليل اس علي اس زائد ان الصفة مول اي ار طولر علي اس طولر علي اطول ذان من الاسم الثاني اللي هو محمد علي اس طولر ذان محمد علي اطول من محمد صارت ادي جملة مقارنة قارنة انتبهن علي ومحمد من ناحية الطول ناخد مثال اخر the ruler is longer than a pen the ruler المصدر المصدر is longer اطول ننتبه ده قارن بين الرولر الاسم الاول اللي هي الرولر المصدر والبان الاسم الثاني ده قارن بين شيئين المصدر والقلم من اي انا ناحية كذلك من ناحية الطول فاقول the ruler is ليش is لان الرولر مفرد the ruler is longer المصدر اطول than من اپن من القلم صارت ادي جملة مقارنة قارنة بين شيئين قلنا نقارن بين شخصين شيئين مجموعتين الاخري ناخذ مثال اخر i am older than وسام اهنان اده قارن بين آني الشخص الاول آني انا ووسام ده قارن بين وبين وسام فالاسم الاول i زائدا خليت لآم قلنا اذا كان الاسم الاول i اخلي لآم i am انا older الصفة بها er older اكبر اكبر سنن than من الاسم الثاني اللي هو وسام انا اكبر من وسام مثال اخر my parents والدايا ننتبه ان الوالدين جمع خليت لها are ده قارن بين والدايا وبين آني اقول my parents are older than me والدايا اكبر سنن مني قارنت بين والدايا وبين آني هذا ما يخص موضوع المقارنة ناخذ امثلة اضافية اكثر بالاغنية اللي منطينيها بالصفحة الثانية من كتاب الطالب مكتوب listen استمع and say the rhyme وقل هذه القصيدة الغنائية منطيني قصيدة غنائية رح نستمع لها نحاول نردد وياها يطلب من عندنا نستمع وردد وبعدها نشوف شون دي قارن بين شخصين بين شيئين بين مجموعتين الى آخره من خلال ذن الجمال نستمع المقطع الصوتي ولا هنوضح مفردات هذه القصيدة الغنائية منهم ترى مجموعة أسفر 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 أن نقول هذه القصيدة الغنائية ورددنا بعدها نجي نوضح مفردات هاي القصيدة Bigger and smaller أكبر وأصغر A ruler is longer than a pen نعندي يقارن بين الرولة الاسم الأول اللي هي الرولة المصطرة والقلم يقول A ruler is longer than a pen المصطرة أطول من القلم اسم أول is ليش is لعنى الرولة مفرد زادنا الصفة أم والإيار longer than men والاسم الثاني مثل ما شرحنا بالقاعدة بالضبط and number 12 is bigger than 10 رقم 12 أكبر من 10 كذلك ده يقارن بين رقم 12 ورقم 10 يقول number 12 رقم 12 is bigger than 10 من رقم 10 A giraffe is taller than a bee الزرافة أطول من النحلة and my mom and dad are older than me نعندي يقارن بين أبوهم إذن mom and dad هذا الاسم الأول جمع خلالة are older than me أكبر مني أبي وأمي أكبر مني so I am younger than them أنا أصغر سنن منهم you see هل ترى a car is smaller than a van السيارة أصغر من الشاحنة and I am shorter than that man وأنا أقصر من ذاك الرجل فهنانا دي يقارن بين أبوهم وبين الرجل I am أنا shorter صفة مليئة than من ذلك الرجل that man الاسم الثاني let's say these words together again فلنقل هذه الكلمات سوية مرة أخرى longer أطول shorter أقصر older أكبر سنن younger أصغر سنن bigger أكبر حجمن smaller أصغر حجمن taller أطول shorter أقصر إذن لاحظنا من خلال ذن الجمل أنه قارن قارن بين النحلة والزرافة قارن بين رقم 12 ورقم 10 قارن بين المصدر والقلم إلى آخره باستخدام القاعدة اللي شرحناها قبل دقائق ننتقل إلى النشاط اللي بعده make sentences and tell a friend أصنع جمل كون جمل وأخبر زميلك أو أخبر صديقك نانا منطيني بعض الجمل الناقصة أريد أن أكملها أكملها حسب شنو حسب القاعدة اللي شرحناها قبل دقائق إذن هذه القاعدة جدا مهمة رح أشوف شوان رح تخليني أقدر أحل أي شيء متعلق بموضوع المقارنة بين شيئين أو شخصين أو مجمواتين فمثلا نمبر وان أولا I am taller than فراغ أنا بيقارن بين نفسه وبين شخص ثاني إذن الشخص الثاني هو المفقود أنا أطول من فراغ يقول لك هنا أكون جمل حسب ما تراه مناسب وأخبر زميلك فهنا أنا مثلا أنا أطول من شخص اسم علي I am taller than علي أنا أطول من علي قارنت بيني وبين شخص اسم علي صارت الجملة كاملة اسم أول الصفم والإيار than والاسم الثاني نمبر ثو ثانيا I am younger than فراغ أنا أصغر سنا من فراغ كذلك الاسم الثاني ناقص مثلا نقول مهدي أنا أصغر سنا من مهدي نمبر ثري ثالثا my mom is فراغ than me هناها الاسم الأول موجود الاس موجودة والشخص الثاني موجود والذان موجودة شن المفقود إذا ترجعون للملاحظة أو القاعدة راح تلقون المفقود هي صفة المقارنة أمي فراغ مني شن الكلام المناسب بفراغ مثلا نقول older أكبر سنا مني الصفة مليار هي اللي كانت مفقودة حسب القاعدة نمبر فور رابعا my فراغ is فراغ than me الاسم الأول مفقود وكذلك الصفة مليار مفقودة مثلا نقول my dad أبي is فراغ than me فراغ مني شنو الصفة اللي أخليها مثلا نقول طولة أبي أطول مني صارت جملة كاملة أنا مجرد يريدني أكمل الجمل حسب ما أرى مناسب غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي مجرد نراجع القاعدة ونمشي عليها نشوف شنو نناقص من خلالها ونملي الفراغ من خلالها ننتقل إلى كتاب النشاط التمرين الأول look at the pictures انظر إلى الصور منطيني تلص صور write sentences كون جمل عن هذه الصور هو منطيني الصورة الأولى كمثال حاط سهم على هذا الولد اش قيل قال this boy is shorter هذا الولد أقصر أقصر من هذا الولد فاكتبه بالفراغات اللي منطنياها ناسفل الصفحة اقول this boy is shorter this boy هذا الولد is shorter اقصر اقصر من هذا الولد اقدر اقول than this boy اقصر من هذا الولد اقدر اكمل الجملة لكن هو فقط يقول لي استخدم الكلمات اللي منطنياها الصورة الثانية منطيني سهم على هذا البالون اش قايل لي قايل البالون is this bigger جملة بعثرة اريدني اكون جملة مقارنة حسب اللي خدناه بالقاعدة السابقة فمثلا لقارن بين هذا البالون وهذا البالون شاقول اقول this ballon this ballon هذا البالون بما انه مفرد اقول is this ballon is bigger اكبر هذا البالون اكبر البالون اللي مقشر عليه بالسهم number three ثالث منطيني صورة ومقشر سهميا على المسطرات الطويلة وبنطيني ثلاث مصطرات قصيرة اذا دي قارن بين ذن المسطرين الطوال وذن الثلاث مصطر القصار شا قل لي؟ قل لي rulers longer these are فاقول اني these rulers هذه المساطر شنو؟ are ليش are؟ لأن rulers جمع مصطر فاقول are these rulers هذه المساطر are longer اكبر اكبر من هذه المساطر هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يريد يدربني اكثر على كيفية المقارنة بين شخصين او شيئين او مجموعتين ننتقل الى النشاط الاخر listen and say استمع وقل let's count and trace فلنعد ونتعقب انا منطيني مجموعة من الارقام ومجموعة من الكلمات اللي هي عبارة عن هذه الارقام كتابة يطلب من عندي ان نتققب ذن النقاط على المد اكون كلمة صحيحة هو من قطليها بشكل خفير فيقول لي هذا الرقم اللي هو 10 يكتب بهذه الطريقة 10 فهناني يريدني اطوخ هذا الخط اللي هن عبارة عن نقاط فيطلب من عندني listen استمع say اردد بعد المقطع الصوتي وبعدها اعد 10 20 30 الى اخر فنستمع المقطع الصوتي ونردد وراء وبعدها نرش للمطلوب حفظه من هذا النشاط track 19 listen and say let's count and trace 10 20 30 30 50 60 70 80 90 80 100 100 100 اذن بعد ما استمع المقطع الصوتي ورددنا بعده نحاول نطوخ هاي الكتابة نتعقب النقاط ونكتب الارقام هذه الارقام جدا مهمة اني احفظها النملاء ومعاني 10 اللي هي 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 90 100 100 ضروري جدا اني احفظ املاء ذنك كلمات لاني رح تفيدني بالدروس القادمة فاحفظها من هسا على موض اقدر اخفف عن نفسي بالدروس القادمة اذا اصاد فدني موضوع معين ننتقل للنشاط الاخر listen and say استمع وقل these numbers قل هذه الارقام let's match فلنوصلها نمطيني مجموعة من الارقام ومجموعة من الكلمات اللي هي عبارة عن ارقام كتابة يقول لي اقرأ ذنين العبارات ووصلها بالرقم المناسب مثلا number one اولا 32 30 معناها 30 32 32 يطلب من عندي ان اوصلها بالرقم المناسب الرقم المناسب 32 هذا الرقم فاكتب رقم واحد اللي هو رقم العبارة امام رقم 32 number two ثانيا 64 64 معناها 64 60 اوصلها بالرقم هذا الرقم اخلي رقم اثنيا number three ثالثا 47 47 معناها 47 واربعين اوصلها بالرقم هذا 47 number four رابعا 28 معناها 28 اوصلها بالرقم هذا الرقم 85 85 73 اوصلها بالرقم اللي هو 85 73 73 73 اوصلها بالرقم 73 واكتب رقمها مثل ما وضحنا نذلنا الرقم جدا مهمة اني احفظ هنك املاء لازم يعرف التلميذ الشون يعد من الواحد واحد بمنهج الصف الرابع الابتدائي شاء الله بالخامس الابتدائي رح تتوسعون اكثر بالرقم وتقومون تعرفون تعدون اكثر من هذا الرقم اكثر من 100 هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا بيه مجموعة من الامور المهمة راجعنا بيه المعاكسات وكذلك راجعنا الصفات وشون نحولها الى صفات مقارنة باضافة ER عرفنا شون نقدر نقارن بين شخصين او مجموعتين او شيئين من خلال قاعدة المقارنة اللي شرحناها بالدقائق السابقة بالاضافة الى ذلك اخذنا الارقام وقلنا ذلك الارقام جدا مهم انه نحفظ ملاعها لان رحت فيه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة